بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعتران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يطيب لي أن ألتقي بحضراتكم اليوم وأتكلم عن خصائص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحسن ما خلق المهيمن مثله بين البرية كلها إنسانا إن تحدثنا عن جمال رسول الله فهو أجمل الخلق على الإطلاق إن تحدثنا عن كمالات رسول الله فهو أكمل الخلق على الإطلاق إن تحدثنا عن أخلاق رسول الله فلقد مدح الله أخلاقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجميل المجمل والكامل المكمل والبدر المتمم والحبيب المعظم الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فرسول الله زكانا وطهرنا وعلمنا وأدبنا وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور الإنسان يسعد ويفخر أنه من أمة الحبيب الشفيع ورحم الله من قال ومما زادني شرفا وتيها وكت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن جعلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم تعالوا بنا إلى حديث الله جل وعلا في القرآن عن سيدنا رسول الله يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يحدثنا الله عن رأفته عن رحمته عن لطفه عن إحسانه إلى المسيء إليه وهذه أخلاق نبوية وشمائل محمدية وخصائص مصطفوية رحم الله شوقي إذ يقول وَإِذَا رَحِمْتَ فَأَنْتَ أُمُّ أَوْ أَوْ أَبُوْ هَذَانِ فِي الدُّنْيَا هُمَ الرُّحَمَاءُ رحيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ صلى الله عليه وسلم وَرَؤُوفٌ بِهِمْ لِذَا يَقُولُ الْقَائِلِ كَرِيمٌ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْرَمُوا فَهَلْ فَقِيرٌ بَيْنَ الْكَرِيمَيْنِ يُحْرَمُوا رَحِيمٌ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ أَرْحَمُوا فَهَلْ فَقِيرٌ بَيْنَ الْرَحِيمَيْنِ يُحْرَمُوا لطيف رسول الله والله ألطفوا فهل فقير بين اللطيفين يحرموا رؤوف رسول الله والله أرأفوا فهل فقير بين الرؤوفين يحرموا اختص الله جل وعلا لسيدنا رسول الله أسماء من أسمائه فذو العرش محمود وهذا محمد الله هو الرؤوف الله هو الرحيم ووصف نبيه في القرآن بالرأفة والرحمة قال وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ويقصد بالعالمين جميع العوالم الإنسية والجنية السماوية والأرضية العلوية والسفلية وكفان شرفاً وفخراً وعزاً وتيهاً أننا في الموقف العظيم يشفع لنا الحبيب الشفيع فالله لطيف والنبي شريف والأمة المحمدية خلق ضعيف ولن يضيع الضعيف بين اللطيف والشريف نسأل الله جل وعلا أن يشفعه فينا وأن نكون تحت لوائه في الجنة اللهم أمين وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته